اشتركوا في القناة الحمد لله يوم تشوقين ناخد شوي ردودك واراءك على كل هالتطورات اللي صارت مؤخراً حكومة تصريح كلمة سيد نصر الله وكل الأمور المرئين فيها بالبلد فيما تشكيل الحكومة ينتقل من عقدة إلى عقدة أتى ملف العلاقات مع سوريا ثم صدور الحكم المتوقع عن المحكمة الدولية في أيلول ليشكل ضغطاً إضافياً صحيح أن الأمينة العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حاول عدم الربط بين تشكيل الحكومة والعلاقة مع سوريا إلا أن التلويح بملف النازحين والمعابر يترجم لدى فريق الثامن من أذار ربطاً بالتطبيع أما في ملف المحكمة فقد رفع نصر الله الله قائلاً المحكمة لا تعني لنا شيئاً على الإطلاق ونقول للمراهنين لا تلعبوا بالنار فهل نحن أمام مواجهة جديدة أم أن الحكم المتوقع سيمر كما مر قبلاً القرار الظني ثم إصدار الاتهامات وتسمية المتهمين في أي حال البلاد تتخبط والتسوية الرئاسية في المهب كما هو وضع تفاهم معرب فمن أين ستأتي كلمة السر هذه المرة مرحب فيك دكتور فارس سعيد مرة جديدة بسوط البنين أهلا وسلم فيك بلج نحن ويك من كلام سيد حسن نصر الله بحكي عدة نقاط يعني خلاني نسألك أول شيء بالموضوع المحكمة شفنا بالأول صدر على مراحل قرار الظني بعدين سمي المتهمين ما يعني ما صار شيء ليش اليوم يعني القرار صدور الحكم المتوقع شو بدي يكون إليه تأثير بداية هناك ادعاء تحضر يعني هو نتيجة كل الشهادات التي أدلوا بها الشهود إلى المحكمة الدولية من خلال لجنة التحقيق الدولية ومن خلال المحكمة وهذا الادعاء مرتكز على قرائن وعلى بلاهين وبموجب هذا الادعاء يعني هو أربعمائة صفحة وتصوري أنه هو بالإنجليزي لحد هلأ أنا ما قرأت ولا نسخة منه بالعربي وكأنه هناك يعني إصرار على البعض أن لا تتم ترجمة هذا الأعلان هذا الادعاء بالعربي طبعا يصير شعبي بين إيدان الناس وطبعا يصير مادة الكلام يعني بين الناس عندما هذا الادعاء هو ادعاء كل كلمة فيه مرتكزة على بلاهين ومرتكزة على قرائن ليش نرفزوا منه لأنه أعتقد بأنه يعني شو بتضمن؟ يعني بتضمن طبعا اتهام واضح بالأسماء لرموز أساسية من حزب الله وطبعا لرموز أساسية في النظام السوري وبما أنه هذا ادعاء قضائي وليس اتهام سياسي عندما استشهد الرئيس رفيق الحريري قمنا وقلنا نحن سوريا أو النظام السوري بالألفين وخمسة كان طبعا يعني كان هذا شعورنا وكانت هذه قناعتنا إنما كانت هذه أيضا اتهام سياسي ما كان عندنا بين إيدينا أي برهان أو أي مستند يؤكد على كلامنا أو على اتهامنا السياسي اليوم من بعد الألفين وسبعة يعني من بعد 11 سنة هناك مستند قانوني وهناك قراء وبرهين وأنا أعتقد بأن هذا الموضوع أزعج تماما حزب الله مما أدى إلى أن يرفع إصبعه مشددا ويقول يعني لا ما تلعبوا بالنار يعني ما رح يكون بس موجه للمتهمين كأفراد هني متهمين كأفراد بس إذا بتقولي مثلا لأنه كلهم بيحكوا عنهم كأفراد بالأول عرفت بس إذا بتسمي اسم شو عرفني السيد حسن نصر الله مثلا على سبيل المثال مش لأنه موجود بالإدعاء معناته يعني معروف شو بيشتكن سيد حسن نصر الله أو شو موقعه أو وين مكانته أو شو قيمته إذا بتقولي الحج وشوه هل تسمي الإدعاء يعني فيه طبعا فيه أسماء فيه أسماء ومن هذا الوزن ومن يقف يعني خلفهم طبعا ومن هذا الوزن وبالتالي بالأجواء اللي موجودة اليوم الحزب يلي عم يبحث أكثر من أي وقت مضى عن بوليس التأمين لأن يحمي نفسه في لبنان لأنه منذ أن اندلعت الحرب في سوريا وفي المنطقة الحزب يفكر بالمعادلة التالية إذا ربحت بالمنطقة بربح بلبنان بس إذا خسرت بالمنطقة بدي عود بلبنان كيف بعود بلبنان هو عم يربح بالمنطقة أنا هادي منشوفها بس هي المعادلة إذا ربحت بالمنطقة بربح بلبنان وإذا خسرت بدي عود بلبنان كيف بعود بلبنان ببني دولة صديقة دولة إذا أنا بدي سلمها سلاحي ما بسلم سلاحي لدولة بتحطني بالحبس إذا أنا عم بواشه المحكم الدولية بتكون إلى جانبي بمواجهة المحكمة الدولية إذا أنا عم واجهة 1559 بتكون إلى جانبي تواجه 1559 يعني هذا كلامه عن كلامه عن العلاقة مع الرئيس الجمهورية يعني بموضوع تشكيل الحكومة عم بيقول أنا عندي رئيس صديق وصار عندي مجلس نواب صديق بدي حكومة صديقة وهذه الحكومة الصديقة بتكون إلى جانبي تقدر أنا واجه كل المشاكل التي هي اليوم تواجهني والتي ربما غدا ستواجهني أكثر وأكثر يعني أنا حزب مورط بكمية من المشاكل بسوريا بالعراق باليمن بلبنان ملفاتي ثقيلة جدا مسؤودياتي كبرى في ناس معي ناس ضدي ما رح سلم رأبتي ولا رح سلم جماعتي ولا رح سلم سلاحي لدولي مش أنا ضامن أني أنا بعين له ضباطة أو أوضاطة أو مدرغة عن مين تبعولها وسفراء أو رؤساء أو نواب أو وزراء تتكون بغالبيتها هذه الدولة تعمل من أجل حماية طيب دكتور فارس سعاد بس هو عم ينجح بهالخط يعني خاصة ونجاحه نجاحه جاية مش فقط لأنه شاطر جاية لأنه ما بقى فيه قوة سياسية بالمقابل عم تقول له لا يعني ما بقى في حدا بالبلد صاحب وزن سياسي عم بيقول له يا شاب بتاع نشوف كيف ممكن ولاش يعني حضرتك ما رأت يعني كنت أحد نجوم ثورة الأرز مع غير مع الغير طبعا وقوة 14 أدار وصلنا لهون وصلنا لهون أنا بعتقد بأنه يعني التسوية اللي راحوا عليها الكل يعني كل ما عدا حزب الكتائب وما عدا بعض الشخصيات واللي أدت إلى انتخاب الرئيس عون بتشرين 2016 أتت أيضا بمناخ سياسي قد يكون مختلف اليوم يعني بال2015 سوى تراجع من قبلك بكتير بس بال2016 صار فيه قناعة بأنه سلمت المنطقة لمصلحة إيران اتفاق نووي إيراني أمريكي مع باراك أوباما تشريع للحشد الشعبي بالعراق من خلال قانون صدر من مجلس النواب شرع جيشين بالعراق الجيش العراقي وإلى جانبه الحشد الشعبي سقوط حلب انهيار المعارضة السورية حتمية بقاء بشار الأسد وقبل انتخاب الرئاسي الأمريكي بلحظة انتخبوا العماد عون رئيس جمهوري بس القوات اللبنانية يعني أحد أهم الأطراف اللي انتخبته كل الناس عملت كمان قبلت بهال يعني كل الناس عملوا بوقته الحسابات وكله بصير يجر بعضه وكله هلا بحط المسؤولية على الآخر يعني هو خلال نقول التنازل بجر التنازل تمام يعني ما هو بيكون في فريق واحد وبتصير المسؤولية لأنه فلان عمل هيك أنا شو بدي أضلني واحدة ربعش في خيارات أكثر ما بيعود في خيارات وبالتالي بتصير الأمور بتجر بعضها باتجاه أنه نحن عطينا بالسياسي تنحصل على الاستقرار النتيجة أنه نحن دفعنا بالسياسي وحصلنا على استقرار ظرفي مبارح رفع أسبوع مجددا هيدا سؤال كتير نسأل مين المسؤول عن هالشي بفريق 14 أدار الكل ومن ضمنهم ظروف المنطقة يعني ظروف المنطقة خوفت كل الناس السنة اعتبروا بأنه متهمين بالإرهاب بالعراق وأنهم هني مهجرين بسوريا وأنهم بلبنان إذا بدون يفوتوا بمواجهة هني وحزب الله رح يدخلوا البلد بحرب سنية شيعية الخوف يعني من الوضع الأمني طبعا القوات اللبنانية اعتبروا بأنه بما أنه الرئيس سعد الحديري راح أول مرة باتجاه استرميل فرنجي نحن ليش كمان ما منروح مندافع عن نفسنا ومنعمل يعني فاتوا بذهنية التسوية وقت بتفوتي بذهنية التسوية بتصيري تعطي تبريرات بتصيري أنت تخلق إلى نفسك تبريرات وتأنعي نفسك فيها قدت إلى أنه إذا اليوم بتسأل اليوم بيخبروك عن إنجاز تبع هذه التسوية أنه الاستقرار الأمني الاستقرار العسكري أنه المنطقة كلها مخروبة بينما لبنان غير مخروب بس بالنهاية وين صرنا أخذوا المقاعد اللبنانيين والأحزاب والنفوس بقي بيئة حزب الله الدولة اليوم قائمة على أنه النفوذ الفعلي إذا أنا كمواطن لبناني بدي بيع أو اشتري دولار بدي بيع أو اشتري عقار بنتظر رئيس جمهورية لبنان أو رئيس حكومة لبنان أنهم يحكوا ولا بنتظر السيد حسن ناصر لا أتعرف شو بدي أعمل يعني إذا أنا مصرفي كبير وبي أعرف شو بدي أقول لزبونات تبعي بنتظر سلوك حزب الله بلبنان ما بنتظر سلوك الدولة اليومية واستنادل على هالكلام كله اللي عم نحكيه بيق على الأرض أوشي ما لا هيجب الحكم رح يتقدم الإدعاء أوكي شو بدون يعملوا إدعاء ماشي يعني هايدي يعني هني هني وقت اللي عم بيقولوا يعني المتهمين مش موجودين لا لا الموضوع مش موضوع إجرائي الموضوع هو معنوي وسياسي هني رفعوا أصبعهم تيقولوا شباب تقولوا بالكم نحنا عنا كمية من المشاكل وبالتالي إذا عم نطالب حكومي بشروطنا مش لأنه نحنا بدنا نستعلي على حدا بالبلد لأنه نحنا عنا مشاكل مضطرين يكون في عنا حكومة مضمونة لأنا والمشكلة الحكومة هي هون مشكلة الحكومة مش إنه في حدا بدو يؤلف وحدا ما بدو يؤلف فيه حواحد بدو يؤلف اسمه السيد حسن نصر الله وبدو يفرض شروط حزب الله على الجميع أو سعد الحريري بيقبل بهذه الشروط وإذا قبل بهذه الشروط فقد علاقاته العربية وصداقاته الدولية وإذا ما قبل بهذه الشروط ما في حكومة أنت هون رح نسألك عن الحكومة بعد أكتر بس لما بيقول لا تلعبوا بالنار عم بيقول لللبنانيين ما تلعبوا بالنار يعني إذا حدا منكم بيكتب إذا بعد فيه صوت مسموع إذا بعد فيه حدا بيعمل مقال إذا بعد فيه تبهوا ما تلعبوا بالنار وعم بيقول أيضا للخارج إنه إذا هذا الخارج بده يطلع ورقة ادعاء اسمه حسن نصر الله بالاسم وفق صفة بالاسم مع حفظ الألقاب طبعا اسمه أي حدا بالاسم بتكونوا أنتوا عم تلعبوا بالنار انتبهوا ولا تكون عنا بالـ 17-01 وقاعدين بجنوب اللي طالي يعني عم بيهدد مش فقط اللبنانيين عم بيهدد الجميع إنما أهمية هذا التهديد بأنه رغم كل التنازل اللي عملوه من أجل الحصول على الاستقرار مبارح بإطلالة وحدة رجع يهز الاستقرار رجع رفع أصبعه وقال ما تلعبوا بالنار مش ضروري أنك تستعمل المسدس اللي معك بس كيف ينهز الاستقرار فعليا لا الاستقرار هو بإيده مش أنا بدي هز الاستقرار أو أنت بدي هز الاستقرار من طرف واحد من طرف طبعا استقرار هو اللي بيهزه بسبعة أيار يعني ما عملوا 14 أدار مش 14 أدار اللي نزلت على الطريق وعملت سبعة أيار تبوه كان عم يتوجه كمان مثل ما قلت حضرتك للغرب يعني لما قال إنه نحن ما قلنا كتير بالدولة مع أنه أكبر حزب كان عم بيحافظ على الدولة حتى ما يحملونا مسؤولية كل شيء بده يصير نأ كان عم بيحافظ على الدولة هو أنا وأنت عم بيقولليك بده من الدولة أن تتحول الدولة إلى بوليس التأمين تعمل لأجل حزب الله وبالتالي إذا قال أنه الدولة أنا تفقد هذه الدولة مصدقيتها لدى الخارج بتبطل فيها تروعا لأتحاد الأوروبي بتبطل فيها روعا لبنك الدولي بتبطل فيها تروعا لأمم المتحدة أصر أنه يحط تميز بينه بين الدولة تتظل هذه الدولة قائمة تتظل عندها احترام بالخارج تتظل تقدر تدافع عنه بس الخارج يعني بيصدق هالشي الأكيد ما رح يصدق يعني كل الناس وانا قلتا انو الرئيس عون والسيد حسن نصر الله واجهان لعملة الوحيد بس الغرب شو بيعمل يعني اليوم عم نشوف عم نقرأ مقالات الغرب عمل مش شو بيعمل انو عم يفتحوا على دمشق حتى عم يفتحوا عم نشوفوا فود أمريكية هلا رح نحكي من موضوع السوري بس عم تقولي الغرب شو عم يعمل الغرب باشتباك أكيد مع إيران طب بعدكم تراهنوا على الأمريكان يعني حتى نصر الله عم بيقول عطانا أمثلة ومظبوطة انو اللي راهن على الأمريكان خسر واخر مراهني مثلا الأكراد يعني شفنا ما حدا راهن على الأمريكان من جماعة 14 أدار أو من اللبنانيين من الأساس أو مراهنين هلا على المحكمة ومرهنين على لا مش مش قصة مراهنين نحنا عم نقرأ بواقعية الأحداث قراءة الأحداث شيء والرهان على الأحداث شيء آخر بوقتي التويت تغريدي بتهر نظام مالي بتركيا يلي هي دولة إنتاجية ودولة صناعية ودولة زراعية ودولة سياحية ودولة منظمة يعني بتروحي على تركيا بفكر حالك بأوروبا هذا يعني بدغط أمريكي طبعا يعني وقت التغريدي واحدة قادرة أن نتهز النظام المالي بالتركيا وقت القرار عقوبات على إيران عم يخلق بداخل إيران هذه الانتفاضة الشعبية الأهلية على نظام المالي بإيران معناته أنه الولايات المتحدة تملك من القدرة ومن القوة ومن التأثير على الأحداث في لبنان وفي المنطقة ما يكفي أنه نحنا نقدر نتطلع شو عم بيصير مش معناته عم نراهن لا نحنا بإياج أنه شوفنا تجارب سابقة عرفت ولا نحنا بحجم أنه الولايات المتحدة تعتبرنا حليف نحنا مننا يعني الصين الشعبي لأن الولايات المتحدة تشوف شو بها تعمل معنا ولا نحنا legislative بشكل أنه نقول نحنا شركاء الولايات المتحدة يعني أنا وراتشيلد ما منصير أنا غني وراتشيلد أو أنه ما عندن هم غيرنا لا بس أنه في أحداث عم بتصير هذه الأحداث مش من صنيعتنا مش نحنا يعني نصحنا الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران بس هالعقوبات يعني عفوا من دكتور فارس سعاد واللي صار بتركيا يعني إذا بنا نتشبه أنه ممكن يصير شيء باللبنان ضغط اقتصادي كمان ومالي من أجل السياسيا نضغط على حزب الله بس ما هذا بيأذي كل الشعب اللبناني يعني وبهز الاستقرار المالي هي فلسفة العقوبات المالية على الحزب لبنان ما بيحمل يعني هي فلسفة العقوبات على الحزب ترتكز على نقطة واحدة أنه غالبية الحالة الانتجية بلبنان لا تنظر إلى حزب الله عائق للأموالها يعني ما بتشوف أنه حزب الله عم بيخربة عملية الاستثمار بلبنان بينما إذن حطت عقوبات على حزب الله سينظر القطاع الانتاجي في لبنان أنه هذا الحزب يشكل عبء إضافة على حركتها المالية نعم هلأ في عقوبات أي في عقوبات بعد ما شفنا شي بعدنا بالدعايات بعد ما فتنا على داخل الفيلم بعدنا بالدعايات وأنا برأيي نحن وصلين على مرحلة شديدة الصعوبة حتى ميليا وخاصة ميليا على مستوى حزب الله من هون الحزب ينظر إلى هذه الدولة كبوليس التأمين وينظر إلى هذه الدولة كضماني ويريدها بشروطه مرح سمعنا النقب السابق وليد جملات عم بيقول كمان بالموضوع المحكمة أنه خلي المحكمة تشتغل شغلة وهيدي المحكمة ما بتوازي الاستحاقات المالية والاقتصادية كون عم ينقول أنه عن الوزير المال أنه في وضع خطير أكيد في وضع خطير ووليد جملات يعني خلينا نهتم بالمال وما نحكي عن المحكمة يعني تعرفي نظرية التسوية ونظرية الاستقرار أنه إذا المحكمة بتعمل حالة عدم استقرار سياسي حطوه على جنب إذا الكلام عن السلاح شو بدي يقدم ويأخر حطوه على جنب بتاعه نحكي نفايات وكهربة وعجئة سير بنزلت فرن العينية لو قادرين نحلهم هل يعني شو عم يدعو عم يدعو أن حكومة لبنان تتحول إلى مجلس بلدية لبنان الكبير بتهتم بالكهرباء وبالماء وبالوظائف وبالضمان الاجتماع وبعجئة سير بينما القرارات الوطنية الكبرى والسياسية بقيد حزب الله نحن نحتفل بحرب الجرود حزب الله صرت علينا مرتين مربحنا جميلة بعطاءاته بحرب الجرود الجيش لبناني ما قدر يعمل احتفال بسيحة الشهداء بسيحة الشهداء حول موضوع حرب الجرود مع أنه الجيش اللبناني كان له العطاءات الكبرى والمساهم الكبرى لإنهاء الوضع الشيء الذي كان موجود بجرود أرسل أنا اللي عم بقوله هو بديو حافظ على دولة بشروطه نحن بدنا دولة بشروط الدستور اللبناني وبشروط الاتفاق الطائف هون تكمن المشكلة الكبرى بينك وبين حزب الله طيب كمان دكتور فرسعيد تحدث سيد نصر الله عن علاقته برئيس الجمهورية يعني والوزير بسير عم بقول أنه نحنا ما منملي عليهم يعني برأيك اليوم الوزير بسير وهو عم بيقود عملية تشكيل الحكومة عمليا عم بينفذ ما يريد حزب الله نعم طبعا يعني الحزب بيوصفوا حزب من لون مذهبي شيعي بيتجنب دائما الاستضام مع السنة في لبنان وبالتالي يستخدم حلفاء المسيحيين من أجل انتزاع ما يريده من السنة إنه إذا أنت بدل ما تحطي إيديك بالتبولي غيرك بيحط إيديك بالتبولي بتجبل إنتي التبولي بتخلي غيرك يجبلها وأنت بترجعي بتكلية بالنهي وفي ناس بتتبرع أن تلعب هذه الأدوار ومن ضمنهم طبعا الوزير بسير لأنه بهذه المرحلة أيضا انفتحت إلى بمواسات عملية الحكومة عملية رئاسة الجمهورية والكل عم يقدم اعتماده عند كل مراكز النفوذ من روح على موسكو منطالب بفتح العلاقات مع نظام الأسد منحكي مع بشار الأسد على تليفون ومنعلن أنه حكينا معه منحاول ندافع عن حزب الله وعن سلاحه ببريماتش وأمام الصحافة العربية وأمام الصحافة المصرية وأمام الأمم المتحدة وبالتالي الكل يدرك بأن لا قيام دولة بدون حزب الله ولا قيام دولة مع حزب الله عم بيحاولوا الكل أن يقدموا أوراق اعتمادهم خاصة أصحاب الطموح الرئاسي يعني بس رح ينجح يعني هاي الوزير بسيل بهالطريقة اللي عم يعتمدها أنا ما شايف عنده خصم يعني أنا بصدق للرئاسة يعني ما أنا شايف أنه عنده خصم ما عنده نائب السابق إسلامي فرانجية لا أنا عم بحكي بالهندسة الحالية بالموازين القوى الحالية دي موجودة بلبنان إذا صارت الانتخابات لا سمح الله بكرة لأي سبب من الأسباب لا شك بأن حزوز الوزير بسيل متقدمة عن الآخرين حتى إن حزب الله بفضله على الوزير في تليمان فرانجية إيه لأنه 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 إطلالته الخارجية يعني قد تكون أوسع من إطلالة الوزير الفرانجية والوزير الفرانجية يعني كان مستثمر بالسياسي بعلاقته مع بشار الأسد بتصور سبقوه يعني يعني عماد عون والوزير بسيل صاروا سبقينه بهذا بهذا الاستثمار يعني أنت تصور إذا أنت اسمك بشار الأسد بلحظة كل العالم عم بينزع عنك الشرعية إذا رئيس جمهورية لبنان يتصل فيك وبيعلن شيء وإذا صديقك سلامان فرانجية بيروح معك على الصيد شيء آخر يعني بفضل الرئيس الأسد أن يكون اليوم صداقته السياسية مرتبطة برئيس جمهورية لبنان المنتخب والموجود والذي لا يخاف إعلان بأنه صديقه أنا بتصور أنه بهذه المعركة اللي هي معركة مارونية مارونية الكل يقدم أوراق اعتماده عن مراكز النفوذ الشيعية والسنية هون شو ربحوا القوات بما أنك ذكرت أنه المعركة وعم نشوف قداش مثلا يعني مش عم بلبون أبدا ما طالبهم بالحكومة واتفاق معراب شو صار فيه يعني هالحسابات اللي عملوها القوات لانتخاب العماد عون رئيس بعدها يعني ربحها معون بدي أرجع على كلام قاله الوزير منحي مرياشي اللي هو أحد مهندسين اتفاق معراب نعم لجريدة الشرق الأوسط السبت الماضي بيقول أنه الطيار الوطني الحر أخذ من اتفاق معراب رئاسة الجمهورية وترك البقوي وكأنه عم بيقول أنه تنكروا لتوقيعهم أو أنه وكأنه في طرف دفع كاش وأخذ شكل مأخر هو دفع كاش وما أخذ شكل مأخر أو توصل على شكل مأخر ترعب على رصيد وهذا مين عم بيقولها عم بيقولها مش حدا مين مكان عم بيقولها شخصية سياسية رصيني كانت من مهندسين اتفاق معراب ومن مهندسين فكرة وحدة المسيحيين تؤدي إلى انتخاب رئيس قوي ما هي هيد الفكرة فكرة خاطئة هيد الفكرة بتود فورا فورا أنه رئيس قوي بعدين بيجر رؤسة قوياء كمان أنه هلأ رئيس قوي اسمه مشل عون بكرة رئيس قوي اسمه سامير جعجع بعد بكرة رئيس قوي بس هدا بدي يكون عنده حظوظ سامير جعجع يعني بهالوضع هيدا إذا عايزا هو عم يحسب أنه للمستقبل أنا عم بقول بموازين القوى الحالية ممكن يجي يوما يعني حزب الله يقبل فيه لسامير جعجع ما بتصور طيب شو بين حسباته لكان أنا أنا بتصور أنه بالموازين القوى الحالية بالمنطقة أو بلبنان ما في حظ لسامير جعجع يعني الحظوظ بتصير لسامير جعجع موجودة إذا موازين القوى بتتبدل إذا بيصير فيه إنهيارات إيرانية يعني هون سؤال أنه شو الأرباح اللي كان عم يحسبها من ورها التفاهم يعني شف إسمعنا حديثه الأخير بعده عم بشيده ونحن على الأقل عملنا المصالح بين الناس بس هيدا بشي بيكفي أنا بخلي الناس تجاوب على سؤالك تقدر شو هي الأرباح أنا شخصيا من الأساس يمكن عم يفكر بشعبية الطيار ممكن يعني قصم منها يروح لعنده لا شك بأن القوات اللبنانية عم بتقدم نفسها أمام أبان المسيحيين أنه هي ضمانة حزبية أنه هذا حزب منظم أنه هذا حزب عنده مندوب بأوتوى ومندوب بأفريقية جنوبية وهذا حزب بيعرف شو بده وهذا حزب على رأسه في إدارة ديناميكية وفي زعيم حقق نتائج بالانتخابات النيابية من نتائج هالتفاهم طبعا حقق نتائج وبالتالي أنا أشكل ضماني للمسيحيين كما أنه عون قدم نفسه من خلال موقع وغرائي جمهورية لبنان أنا أيضا ضماني للمسيحيين والناس وقت انتخبت انتخبت أيضا بوارس تأمين انتخبت هالضمانات يعني اعتبروا أنه كل طائفة عم تنتخب ضماني لحالها وبالتالي منا شايفين ضماني أكبر من ضمانة قوات اللبنانية وأهم من ضمانة العماد عون يعني بالخلصة ربحان بعد القوات بهال لا شك بأنه حضوره موجود بس هالربحان بهالتفاهم أنا بقدر لا وهالربحان القوات مثل ما كانت مقدرة أن تربح أنا بقول لا نعم طيب اليوم الرئيس الحريري كمان مش عم يقدر يشكل الحكومة لأنه ما بيقدر يلبي شروط حزب الله ما بقدر يلبي شروط حزب الله لأنه السعودية ما بتقبل يا ست أكيد السعودية ما رح تقل له قبل أو ما تقبل بس هو بيعرف أنه إذا لبى شروط حزب الله ما بيعود حدا يقدر يحكي معه لا بالعالم العربي ولا بالخارج طيب وإذا ما لبى ما في حكومة منظل هك لا أداة يعني هو عليه يختار أو يلبي يعني حزب الله رح يقبل يتنازل بالشروط طيب أقوله أبداً طيب لكن حزب عم بيشتري بوليس التأمين ما عم بتسلى طيب يعني بهذا معدل الأداة فينا نظل بالحكومة يعني آخر شي ممكن يقبل يرجع الحريري إيه أنا برأي يعني أمامه أو يرجع يتنازل مجدداً ويقبل بشروط حزب الله أو لا حكومة بدل هو مكلفة ما فيه نستبدله بعده لهلأ حاجة لحزب الله لأنه 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 سعد الحريري فيه سافر غير سعد الحريري يعني إذا طرق باب أي دائرة قرار خارجي غير ما يكون اسمه سعد رفيق الحريري وعندما إذا سعد رفيق الحريري عم يطرق باب فرنسا أو الولايات المتحدة أو البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي وعلى علاقة جيدة مع السعودية شيء وإذا كان على علاقة سيئة مع السعودية شيء آخر وبالتالي زرقته أنه إذا لبى شروط الحزب فقد علاقاته العربية والدولية وإذا ما لبى شروط الحزب ما فيه حكومة طب هون برأيك الحزب شو رح يعمل بيطول باله بيطول باله ناطر شيء تطورات بسوريا يمكن بيطول باله لأنه رئيس حريري كنار بالأفص يعني ما عنده كنار تاني يقدر يغني متما هو يقدر يغني بالخارج الحزب شو بده من الدولة بده من هذه الدولة تكون سفيرته مطرع ما هو ما بيقدر يكون موجود يعني ما بيقدر شيخ نعيم آسم يروع على الأمم المتحدة وما بيقدر الدكتور علي فياد يناقش الخطة المالية مع البنك الدولي وما بيقدر الأستاذ نواف الموسوي يروع على سل سان كلوم وما فينا نستبدل يعني هلأ دستوريا إلا ما هو يعتزر الحريري بس تنحسوا باعتذر يعني لسبب من الأسباب في شخصية معينة ممكن تكون هيك حل وسط بيرجعوا بيكلفو بيرجعوا بيكلفو بيرجعوا بيكلفو وبدون يحاولوا يجيبوه بشروطهم بدون يحاولوا أنه يجيبوه بشروطهم وأنا برأيي يعني مع الأيام بينجحوا بينجحوا يعني تجربة هيك علامتنا وموازين القوة هيك علامتنا صحيح ها التجارب هيك صارت طيب وخصوصا أنه يمكن وواقع الحال قد يعني هيك بعلمنا كمان يعني عمس مع هالكلام عن لسان الدكتور فارس سعيد بعد كل هالسنوات يعني أنا أنا يعني طبعا صاحب خبرة وعشت بهالمرحلة كله بعرف شو صار الرئيس الحريري دائما دائما بحجة الاستقرار وبحجة إنقاذ لبنان وبحجة إنقاذ الوحدة الداخلية وبحجة استمرار عملية الدولة وبحجة القول بأنني أدافع عن استمرار الطائف لأنه إذا نحن ما عطينا حلول سننتقل من أزمة رئاسة جمهورية إلى أزمة نظام إذا ما عطينا الحلول بالحكومة سننتقل من أزمة حكومة إلى أزمة نظام وسيطرح موضوع اتفاق الطائف وبالتالي من أجل إنقاذ الدستور واتفاق الطائف والاستقرار والسلم الأهلي أنا من عليائي ومن ومن أتنازل لما صحيح تبنا إذا نشي قبل ليش ما بيقبل ومن بكير بتصور أنه يعني دائماً هاكم منطر برجع بيصير التنازل أنا شخصياً يمكن بيكون بعضه هلا أقوى من بعد شواء وإن شاء الله أنا أكون غلطان وإن شاء الله كل اللي عم قوله ما يكون صحيح بس أنا شخصياً بشوفه رايح باتجاه مزيد بين التنازل طيب إذا قبل للرئيس الحريري وتنازل مثلاً في أفريقاء آخرين كمان بيقبلوا يعني القوات اللبنانية اللي عم بتطالب بحجة ما بدنا نضل لواحدنا بخمس حقائب اليوم ما بدنا نضل لواحدنا وما فينا نحنا وحدنا ووا 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 ودائماً بيكون الحق على الآخر يعني بهذا الموضوع نو الآخر تنازل أنا شو بدي أعمل يعني بيصير ما التنازل بيجر تنازل طيب بس هي عملياً إذا ما نقول إنه ترجمة لألا نتائج الانتخابات ما بتكون شغلة منطقية المعيار اللي حطته القوات اللبنانية معيار سليم لأ بس كمان الترجمة يعني اليوم بالمجلس النيابي الأكترية فيه للا ما نقدار طبعاً يعني لازم تكون الحكومة على نفس الشكلة هني عم بيقولوا بدنا حكومة أكترية حزب يعني ما نقدار حزب الله عم بيقول بدنا حكومة أكترية لأ فسيدة مش مقبول فيه يعني حكومة وحدة وطنية نحنا بس يكون إلن فيها الأكترية سعد حريري عم بيقول حكومة وحدة وطنية ما حفظ الألقاء بالنهاية رح نوص على حكومة أكترية لأنه موازين قوة لمصلحة حزب الله بالداخل اللبنان أكترية يعني بنسحبوا مننا للفريق الآخر لا أكترية كإلن يعني الكلمة يعني القرار بيصير بالنهاية بمجلس نوب لحزب الله حولها يعني شو بيصير لبنان ساعتها بناخر الخارج خليني إليك ياه بشكل مختلف نحن بدنا حكومة تطبع علاقات لبنان مع نظام الأسد وحكومة إذا اضطرينا تقول للقرار 17-57 تحت الفصل السابع ما بدأت فع مصاري للمحكمة الدولية وحكومة إذا اضطرينا تقول للـ 15-59 أنت قرار سخيف وحكومة إذا اضطرينا تقول للمجتمع الدولي أنكم أنتو كلكن عم تعملوا عقوبات على إيران وأنا كمان أنا بدي حكومة تخدم مصالحي ما بدي حكومة اطاصم أنا وياها إدارة البلد سعد الحريري ما حفظ الألقاب عم بيقول بدنا حكومة ندير البلد نحن وياكن فيها هذا غير متاح وغير مسموح ولا لسعد الحريري ولا لغير سعد الحريري طيب دكتور فرسعاد نحن يعني عم نتجه للعودة إلى ما قبل 2005 تجاهنا بالعرب والمشابرة تجاهنا يعني من بعد ما انتفضنا ومن بعد ما توحدوا اللبنانيين ومن بعد ما خرج الجيش السوري من لبنان ومن بعد ما كان حلمنا ان حزب الله يشير يشبهنا من بعد 15 سنة صار حلم كل الطواقف تشبه حزب الله وكل الأحزاب تشبه حزب الله وكل الناس تكون في عندها ضمانة مثل ما حزب الله بشكل ضمانة لطيفته وكل الناس تقول نحن انتخبنا قوات وعون بركي بيصيروا يعملوا معنا هيدا السناء مثل ما بعملوا السناء الشيعي معهم بيجيبوا زفت وكهرباء وإنماء وقاضي وضابط ومحامي وكاتب عدلة طوايفنا مثل ما هني عم بيجيبوا هيك لسوق الحز طب صورة لبنان يعني أمام الغرب لما بيكون هالشكل مجلس نواب سيطر علال حسب الله خلفاء والحكومة كذا شو هي أي صورة أي لبنان صورة يعني عطلة وبتصور أنه اهتمام العالم بلبنان اليوم تراجع لا ما تراجع لسببين يعني هني مهتمين فينا لسببين أولا سلاح حزب الله وثانيا النازح السوري مش مهتمين فينا لأنه نعمل مهرجان ببيت الدين أحلى من طبع بعلبك وبعلبك أحلى من بشري ومش مهتمين فينا لأنه جامعاتنا بتعمل دراسات وبيخدوها بالانستيتيوت مونتاني بيشوفوا شو بدون يعملوا فيها ومش مهتمين فينا لأنه مستشفياتنا عندها اختراعات طبية أو جراحية غيرنا ما عندوا إياها مهتمين فينا بالسياسة يا بتنفع يا بتضري إذا لا بتنفع ولا بتضري ما حدا بيهتم فيك في اتنين بينفعوا وبيضروا من اللي موجودين بلبنان سلاح حزب الله والنازح السوري وبالتالي كل عملية الاستقرار في لبنان ليس نتيجة جهد اللبنانيين للوصول للاستقرار مش نتيجة إجراء الانتخابات أو عدم إجراء الانتخابات مش نتيجة تشكيل حكومي وعدم تشكيل حكومي بيخافوا من سلاح حزب الله لأنه بيهدد أمن إسرائيل وبيخافوا من النازح السوري إذا صار في حالة عدم استقرار بلبنان هذا بيصير بالبحر ومن البحر بيصير بجنوب أوروبا بس شو رح يعملوا بسلاح حزب الله إذا بيخافوا منه وهو عم أكتر وأكتر عم بيسيطر على البلد الحزب عم بيحلوا عم بيحل مسألة السلاح بأي طريقة؟ عم بيقول أنا عم ببني دولة تكون لإلي وبالتالي بيعملوا استراتيجية دفاعية وبتصير بس تكون أما وقد أصبحنا الدولة بنسلم صلحنا لنفسنا الرئيس بشير جميل ب82 طلع بالقوات اللبنانية وقال لهم أما وقد أصبحنا الدولة شباب نحن الدولة اللي أنا صرت رئيسة اليوم هيدا الدولة أنا بعيننا فيها القاضي والقائد الجيش والسفير ومدير العام ومجلس الوزراء وقانون الانتخاب وبالتالي صرنا ضماني أنا ما سلمت السلاح إلى دولة اليسر كيس ما سلمت السلاح إلى جيش فيكتور خوري بسلم السلاح إلى دولة أنا بطمأن لألة وأنا ببنيها يعني هكي تصير لبنان مثل ما بقولوا تسلم إلى المحور الإيراني تماما برضا يعني برضا أخرقاء الإقليميين كلهم بلحظتها بتتسلم السلاح للدولة وبالتالي إذا الأمريكان إجوا قالوا نحن نشوف رقاني معنا نبهون شو بيكون موقف السعودية؟ بتكون خسرت يعني سمانة خبر أنه هي مستعدة يعني ترجع مع النظام الأسد شرط أنه تخلى عن حزب الله وإيران أنه صار في موفدين من وقت السينسين هيدا فكرة موجودة شو كانت فكرة السينسين؟ أنه إذا نحن منعطي الأسد طغطية وشرعية عربية بشار الأسد بيتميز عن إيران وبيرجع عربي طب عطيه لبشار الأسد وما تميز وهلأ أكتر وهلأ أكتر مبارح كان بيقدر وزير الدفاع الإيراني يروح عن بشار الأسد بدون ما يتصور راح وتصور لا وعمل تصريح شو قال فيه التصريح؟ أنه نحن مستعدين لإعادة بناء الجيش السوري يعني نحن عم نلاقي ورشة عمل لإلنا اسمها بناء القدرات الأمنية والعسكرية للجيش النظام السوري يعني عم بيبعث رسالة للأمريكان وللسعودية وللأتراك ولكل العالم نحن موجودين بسوريا والاتفاق أو اللقاء اللي صار بين بوتين وبين ترامب ما رح يسحبنا من سوريا شو دور روسية؟ اليوم عم شوف كل الأفريقاء عم بيروحوا على روسيا كل يعني مش إنه طرف واحد الروس استثمروا بالحرب بسوريا ظنن منهم إذا استثمروا بالحرب برجعوا بعمروا سوريا وبيكون في عندهم النفوس بالمنطقة دفعوا كاش واستثمروا بالحرب واللي بعمر سوريا مش هنه نمو مع المصاري اللي بعمر سوريا الأمريكاني وأهل الخليج والأمريكاني وأهل الخليج ما رح يدفعوا ليرة بسوريا إلا إذا دخلت سوريا بمرحلة انتقالية قوامة تنفيذ القرار 22-54 قوامة مؤتمر جناب أي المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد وقال له ما في مصاري بسوريا تاري الروس والإيرانيين قبلون فاتوا على سوريا مثل ما فاتتوا كل على فيتنام يعني كل ما تفوتي كل ما تغرأي أكتر بالرمول ووصلوا على وقت ما بقادرين يعملوا شي وبالتالي عم بيشوفوا كيف بدون يستثمروا أو كيف بدون يعودوا الاستثمار العسكري اللي يدخلوا لقل باليوم عنا قصة حكينا عن العلاقات مع سوريا قصة موضوع في موضوعان يعني عم بيحاول فوتوا من خلالهم على التطبيق مع سوريا هنه نازحين وانه في عنا المعابر ما منفتحها قدام الصادرات اللبنانية كمان هون رح نوصل يعني بكرة من نواجه قصة النازحين في مبادرة روسية كانت لعودة النازحين مبادرة روسية مبادرة روسية واضحة أعطوني مصاري تعمر لهم مخيمات وقراءهم وبلداتهم ومدنهم وأنا برجعهم قالوا له ما منعطي ليرة إذا هيدا الأسد باقي مثل ما هو هيدا الأسد بدو يعلن بأنه هو ماشي بالقرار 2254 انتقال سوريا من مرحلة إلى أخرى بنبلش ندفع مصاري طب كيف يعلن هو عم يربح يعني اليوم عنده بعد يعني صار مسيطر على أكتريت الأراضي السوريين يعني مسيطر على أكتريت وعنده إدلب عم يستعد كمان لا يفت له هن الروس والإيرانيين هو عايش كشخص شكل إصطناعي وبالتالي الكلام مع الروس الكلام مع الإيرانيين مش كلام مع بشار الأسد وإذا فيه وفد أمني أمريكاني أو صيني أو ياباني عم بروح يشوف الأمنيين بسوريا مش لأنه يعني فيه إيرادة دولية لإبقاء بشار الأسد أو اكتشفوا الناس أنه بشار الأسد مش مجرم ملاك الحارس وبالتالي حما هو ميترو بيريز لأنه قتل العالم بحلب أبداً الناس ما بتطلع العالم ما بيطلع ببشار الأسد بهذا الشكل يعني هذه الصورة غير موجودة بس بتعاملوا آخر شي بالنهاية مع الواقع الواقع مش بشار الأسد الواقع بوتين الواقع خمانئي الواقع قاسم سليماني هذا الواقع مش الواقع بشار الأسد وعم بتعاملوا مع هذا الواقع مع بوتين طب يعني سوريا شو مستقبلة يعني آخر شي برأيك سوريا مستقبلة مرحلة انتقالية بيدخل فيها بشار الأسد يبقى في هذا الحكم لمرحلة انتقالية إلى حين تنظيم انتخابات وإلى حين دخول سوريا بهذه المرحلة الانتقالية مع دستور جديد ومع إدارة سياسية جديدة طب وهذا الشي اللي بتريده موسكو وإيران وتقول ليش بتريده إذا عندهم غير حل موسكو وإيران يكملوا أنه بمجرد ما عملوا الإسرائيليين كلمة أنه ما بدنا ميليشيات إيرانية على الحدود بالجولان بعدوا 152 كم مش 25 كم 152 كم يعني هوا الإيرانيين اللي بتمرجلوا علينا نحنا وبيفرجونا أنه عندهم طيارة F5 وبيصوروا فيها روحاني وبترجع من بعد 3 أيام نشوف طيارة F5 قلبي بالصحراء مدريوان يعني المرجع اللي علينا نحنا بس النظام السوري كان قبل متعايش مع إسرائيل أوكي ما في شي أمنى وماشي الحال يعني النظام ما بيدرى لإسرائيل السوري بقاءه لا يا ستة ما بقى في شي اسمه نظام يعني نحنا عم نحكي على النظام كأنه النظام راجع بأيام ما نحنا يعني بنعرفه وكان نظام وكان حاكم لبنان سوريا اللي كانت تتحكم بلبنان وبتبعد سيارات مفخخة على العراق بوجود الأمريكان وهي ماسكي حماس والمنظمات الفلسطينية ومن خلال مخيم يرموك ماسكي الممانعة أو المعارضة الفلسطينية ضد منظمة التحرير ويلي هي ضد أصله ويلي بتشوف حالة على العرب إنكم أنتو بتصالحوا إسرائيل أنا ما عم صالح إسرائيل هذا النموذج من سوريا ما بقى موجود اللي موجود ماذا يريدون بديل منه؟ لا أعرف نفوذ الإيراني لا أعرف لأين تروح الأمور شخصيا أنا بشوف إنه إيرانيين هالقد قوية ما كانوا بيقوموا هالقد استعراض انهم قوية كانوا بيقدروا الإيرانيين يكونوا موجودين ويدعموا الجيش السوري ويمسكوا النظام الأمني السوري والنظام العسكري بدون هذه الصور وهذه الاستعراضات طالما عم بيستعرضوا هذه الصور معناتها عم بيقولوا إنه نحن أكتر من ما منستحق موجودين لكن حمنا نشوف التطورات كيف تصير على الأرض في وقت كتير يمكن بعد للموضوع السوري طيب النازحين السوريين بلبنان كيف بدأت تنحل قضيتهم دكتور فهر السعيد كيف ينبضلوا هنا أولا إذا بيجي العالم بيطلبوا الحكومة لبنان أعطينا الخرطة الطريق وطنية ما عندهم مسيحيين متهمين عم بيحكي بالمفهوم الشعبي اللبناني مسيحيين متهمين إنه إذا بيقدروا يحطوا النازحين السوريين بكيس بلاستيك ويكبوهم بالماء ما بيأسروا لأنهم المسلمين سنة متهمين إنه بدون يخلوهم بلبنان تحاربوا فيهم الشيعة والشيعة متهمين إنهم يردون على سوريا تحافظ الأسد يرجع يضربون عن جديد وبالتالي ما في نظر أي نظرية من هالثلاثة بتنجح ما في نظرية واحدة ما في نظرة واحدة لمعالجة الشأن كله ردات فعل وكله كلام بلا تعمل فسو الله هو الأقوى ممكن هو ينفذ سياسته ولا يمكن ولا يمكن إنه هذا موضوع نسي هذا موضوع ولا يمكن إنك إنت تقدري تجبر مليون بني آدم تعملينهم ترانسفير بالقوة تشليهم وتحطيهم بمحل فهذا المحل يفتك فيهم ولا يمكن ولا يمكن حتى نظرة أي من هذه النظرات إنه أنا عم أقول الكاريكاتورية إنها تكون موجودة حقومة لبنان ما فيون يعودوا لأماكن كلهم ضد النظام ما فيون يعودوا لأماكن معينة ما بديك تعملينهم ما بديك تعملينهم بنا تحتية تيبقوا هالمليون اللي موجود بلبنان طبعاً نحنا عم نشعر بتقلن بكل ضيعة هالمليون لو ما فيه أمم متحدة ولو ما فيه دول داعمة تدفعلن بطاقات تموين من السوبر ماركت وتعلمنوا أولادن بالمدارس الرسمية وتشتريلون تياب بأيام الشتوية وتعطيهم بطاقات مزود ما كنا شعرنا فيون مليون مرة أكتر أكيد أكتر وأكتر أنت عم تقولي بدنا نشيلهم ونحطهم بسوريا إذا بسوريا ما راح تأمني لهم نفس المستلزمات اللي مأمنة لأيهم بلبنان ولا يمكن حد نحطهم بسوريا ما فيه الأمم المتحدة تأملهم هالشي لا الأمم المتحدة والأمريكان والخليج عم بيقولوا نحنا نأمن لهم لازم سوريا تفوت على مرحلة انتقالية وعلى مرحلة سياسية جديدة هون النقطة بتفوت بترجع السوريين على سوريا ما بتفوت بيقولوا السوريين عندك وهو دي شو تؤسيرهم على اللبنان على مدى البعيد مع الوقت مصيبة بتغير ديموغرافيا كلها هي تغيرت أساسا تغيرت يعني إذا بدك بال يعني فيه شغلتين بالوجود يعني فيه فيه شغلتين خطوتين إصلاحيتين عملونا يهون فرنسيين وقت الانتداب أسسوا النظام العقاري ونظام النفوس من وقت الانتداب لليوم صار فيه تلاعب بالنظام النفوس من خلال مراسيم التجنيس المتكررة منذ عام 1994 ومن خلال التهجير وصار فيه كوارث بالنظام العقاري هلأ عم ينقل أيضا أنه يعني الأعمال المساحة والتحديد اللي عملت على أيام الفرنسيين عطية أرجحية لمصلحة المسيحيين طبعا أنه جاء نعيد النظر فيها مش هيك؟ هذا عم بيصير بالعقورة هذه الخلفات اللي عم بتصير بس شو خلفيتها؟ خلفيتها أنه نحن من قول ممسوحة ممسوحة هذه الأراضي لا 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 أنتو عم تخبرونا خبار مش مزبوطة هذه الأعمال المساحة والتحديد وحتى الأحكام العقارية التي صدرت بالثلاثينات وبالأربعينات وحتى بالجمهورية الأولى أعطت أرجحي لمصلحة المسيحيين شباب جورو مبق بالمنطقة قاسم سليماني بالمنطقة تعالوا نرجع نحكي وقال أنت بترجعي بتعيد النظر بالنظام العقاري وبنظام سجل النفوس أنت أعدت النظر بأركان الدولي بأركان فلسفة الإدارة بلبنان وهذا اللي عم بصير والسنة ما قالوا ندور ولا مش قدرين يحكوه في ضغط فيه وموجود مليون وكذا سنة لو كانوا موجودين على الأرض يعني مثل منيك شايفي أيضا هني تحولوا إلى طائفي مثل غيرهم ويعطوا أشير بأنهم طائفي يعني الناس كانت مقدرة أنه السنة كانوا يقولون نحنا مدد وعدد أمة إذا غيرنا طواقف نحنا مش طواقف إذا غيرنا خايف نحنا مش خايفين هلأ الكل خايف ومن ضمنهم السنة يعني الكل اللي عم يعطي أشاير تعب والكل اللي عم يعطي أشاير خوف والكل اللي عم بيرجع إلى داخل مربعاته الطائفية ظنن منهم أنه هيدا بتأمنه حماية طائفية بوجه الآخر المختلفة وهون تكمن أزمة البلد يعني هيدا ما بيبني بلد هيدا بيبني حرب برد دائمة بين الطواقف بكرة عملنا حكومة بهذا الجو الإنقسام السني الشيعي المسيحي الدرزي فيك تنقل أنت موظف فئة رابعة مسلم أو مسيحي من محل ل محل سنفوت على ملفات الفساد اللي يعني شو بدي ها에서도 بيش حاصمة هادي كمان مؤشرات انه ما في دولة في لبنان بيحسبوا الفاسد يحسبون الفاشل المعام المصاري بيحسبوه الظابط الادمي بتحسب المعام المصاري بتحسب مدير العام اللي بعده بيزرع بقدونس قدان بيته بتحسب ما بتحسب الفسد الفسد بيقولوا عنه شاطر بيقولوا عنه عمارباد بيقولوا عنه الشاطر ميمود مين حسب ايا طبيب تحسب ايا محامي تحسب ايا استاذ فاسد حاسد يعني انطقنا صورة كتير سودوية اليوم لا مش سودوية واقعية ايه بس انه هذا الواقع هاك هذا الواقع هذا الواقع يعني ما بدي يشوفوا هاك وبدي يشوفوا بعيون وردية يشوفوا يعني انا شايفوا بهذا يعني ما في عنا كان قبل الانتخابات مثلا حكا انه في مثلا يمكن يصير تغيير بالانتخابات ليش ما صار برأيك ما صار بانه طواقف انتخابات انه الناس اللي بتدال تحكي ضد الفساد الجمعيات المدنية الى اخره ليش مش ما ترجمت على الارض لانه الجو الطائفي غلا بالجو المدني يعني وقت الجبران بسيل ما حفظ الارقاب قال عن نبي هبري ما حفظ الارقاب بلطجي الشيعة صاروا كلهم مع نبي هبري واذا فات ميت بوتو سيك على الحدد المسيحي صاروا كلهم مع جبران بسيل مشهي وما في الشي قادر يعني يفكك هالجو الطائفي هايضا بلا قيام دولي وقيام دولي مستحيل كيف بدت تقوم الدولة اذا هي مقلفة من طوائف يعني هوني مثل دوامي دولة فؤاد شاب كانت مقلفة من طوائف وكانت قائمة دولة كمين شمعون كانت مقلفة من طوائف وكانت قائمة دولة بشارة الخوري كانت مقلفة من طوائف كانت قائمة امتين بدأ يتعثر قيام الدولة بلبنان عندما دخل السلاح الخارجي منافس لبناء الدولة منذ العام تسعة وستين تعاقب على على اعاقد بناء الدولة أربع سلاح السلاح الفلسطيني مع منظمة التحرير السلاح السوري والإسرائيلي واليوم السلاح الإيراني هذا الذي يمنع قيام الدولة في لبنان وهذا الذي يفرز الناس إلى طواقف وهذا الذي يؤدي إلى أنه مثل ما عمله الشيعة السنئية نحن نعمل سنئية كأنه الجيش الإلكتروني أدى الجيش الفعل أو الضمان الخارجي ونحن لم نعنى ولا ضمان خارجي ممكن أن نتأدي إلى توازن بعد هنا مين قال أنه التوازن بيننا وبين المسلمين بيصير بهذه القدرة ومين قال أنه الديموغرافيا راح تسمحنا أنه نبقى بهذا التوازن دورنا بيخلينا إذا حافظنا على لبنان بنحافظ على المسيحيين إذا حافظنا على المسيحيين مش بالضرورة نحافظ على لبنان ولا بالضرورة نحافظ على المسيحيين وأكبر دليل على ذلك جاء نتخانها على بعضنا هلأ نتخانها على نائب المحامين وعلى نائب الأطبة وعنها يبقى طب السنان أنا بدي أشكرك نحن وقتنا خالص يعني أطينا صورة بسرعة بسرعة أطينا صورة للوقعية ولكن منا يعني كتير منا متفائلة بس أنا متفائل بشغلي إنه هذا البلد للحقيقة عنده ريزون داتر عنده سبب وجودي هو موضوع العيش المشترك إن شاء الله وبقدر ما نحافظ عليه بقدر ما تكون قيمتنا كبيري بالعالم العربي وبالعالم الخارجي دعوتي أنا إنه وحدة لبنان تحافظ على الطواقف وحدة الطواقف ما أنا بالضرورة عامل للحفاظ على لبنان شاء الله يعني ها بتاعتنا شوية بصيص أمر نختم في حلقتنا النقب السابق دكتور فارس سعيد أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان شكرا على حضورك بدي أشكر زميل المخرج بير جامو كانت معكم بهالحلقة إلان زغير بايسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة